في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم صلوات الله أحسن على أهل الطالي محمد زيارة المولى بالفضل العباس عليه السلام صل على محمد وآل محمد الله أحسن على أهل الطالي محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعلى روحك وبدنك أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه المبالغون في نصرة أوليائه الذابنا عن أحبائه فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد من من وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع أولاة أمره أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود فبعثك الله في الشهداء وجعل أروحك مع أرواح السعداء وأعطاك من جنانه أفسحها منزلاه وأفضلها غرفاه ورفع ذكرك في علين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا أولئك رفيقا أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين فإنه أرحم الراحمين السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي لأخيه فلعن الله أمة قتلاتك ولعن الله أمة ظلماتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكات في قتلك حرمة الإسلام فنعم الصابر المجاهد المحام الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل وألحقك الله بدرجة آذائك في دار جنات النعيم اللهم أني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين وأن تجعل رزقي بهم دارة وعيشي بهم قارة وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة وأدرجني إدراج المكرمين واجعلني مما ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجحا قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب إنك أهل التقوى وأهل المغفرة وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين والسلام اشتركوا في القناة